رحلة جديدة في أعماق عالم ميكانيكا الكام حيث تتحدى قوانين الطبيعة كل ما نعرفه عن الواقع اليوم سنتحدث عن أحد أكثر المفاهيم إثارة في الفيزياء الحديثة ألا وهو مبدأ عدم اليقين لهايزنبيرغ تخيل معي أنك تحاول قياس موقع وسرعة سيارة تسير في الشارع فيبدو الأمر بسيطاً أليس كذلك؟ ولكن ماذا لو أخبرتك أن هناك عالماً صغيراً جداً عالم الضرات والإلفترونات حيث لا يمكنك أبداً معرفة الموقع والسرعة بدقة في نفس الوقت نعم هذا ما يقوله مبدأ عدم اليقين هذا المبدأ لا يغير فقط طريقة فهمنا لجسيمات الصغيرة بل يطرح أسئلة فلسفية عميقة عن طبيعة الواقع فهل يمكننا حقاً معرفة كل شيء عن الكون؟ أم أن هناك حدوداً لما يمكننا إدراكه؟ استعدوا لاستكشاف عالم غريب ومتهش حيث تصبح الجسيمات موجات واليقين يتحول إلى احتمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم ورد ذكر مبدأ عدم اليقين لهايزنبيرغ في عدة حلقات سابقة ليقدم التفسير لظواهر عديدة منها على سبيل المثال سبب عدم سقوط الإلكترون في نواة الدراء وتفسير السلوك الغامض للإلكترون في تجربة الشق المزدوج وفي هذه الحلقة سوف نتعمق بالشرح لمبدأ عدم اليقين أو مبدأ الشك والذي يعد من أهم مبادئ ميكانيكا الكام إذا أردنا فهم كيف تعمل ميكانيكا الكام علينا أن نفهم مبدأ عدم اليقين بشكل دقيق وهذا ما سوف أحاول القيام به في هذه الحلقة دون الدخول في تعقيدات المعالجات الرياضية والتي سأضع رابطاً لها لمن يريد الإطلاع عليه صاغ مبدأ عدم اليقين العالم الفيزيائي الألماني هايزنبيرغ عام 1927 وعليه حصل على جائزة نوبل عام 1932 وأبسط وصف المبدأ عدم اليقين لهايزنبيرغ يقول أنه من المستحيل مهرفة موقع الجسم وسرعته بالدقة في نفس الوقت ويعبر عن هذا الوصف بالصيغة الرياضية الموطحة حيث يشير الرمز X إلى موضع الجسم ويشير الرمز B إلى الزخم أي كمية الحركة والرمز Δ هو مقدار عدم اليقين وتقرأ هذه الصيغة بأن حاصل ضرب عدم اليقين في الموقع مضروباً في عدم اليقين في الزخم دائماً ما يكون له قيمة أكبر من أو تساوي نصف H-bar وH-bar هي عبارة عن ثابت بلانك المختصر والذي يساوي H على 2B وهو رمز يستخدم لاختزال الكثير من البي في معادلات ميكانيكا الكام هذا الرقم المتناهي في الصغر وهو رقم صغير جداً كما تلاحظ لذا فإننا لن نلاحظ أي عدم يقين في تحديد موقع جسم في حياتنا العادية فمثلاً كرة التينس هي جسم لغ موقع محدد في المكان والزمان ويتحرك بسرعة يمكن قياسها بكل سهولة أما في عالم ميكانيكا الكام فالأمر مختلف فعندما نتحدث عن جسم مثل الإلكترون فلا معنى لموقع الإلكترون أو سرعته لأنها غير موجودة فكل معلوماتنا عن الإلكترون نحصل عليها من الدالة الموجية وهي تمثل موجة احتمالات تنتشر في المكان والزمن قد يبدو الأمر غريباً وغير منطقي كيف لا يوجد الإلكترون موقع؟ ونحن نعلم أن بور قد حدد نصف قطر الإلكترون وحسبه بدقة وحسب أيضاً طاقته وسرعته نعم هذا صحيح ونحن لازلنا نستخدم حسابات نموذج بور ولكن دعوني أخبركم أن هذا النموذج غير صحيح أو غير دقيق وما قام به بور يعد عملاً رائعاً حقاً لأنه حصل على نموذجه من دمج النظرية الكلاسيكية مع مفاهيم ميكانيكا الكام في أول محاولة لوضع النموذج لضرة الهيدروجين ولكن تبين أنه غير دقيق وسأخبركم في نهاية الحلقة عن السبب قبل أن أوضح المعنى الدقيق والعميق لمبدأ عدم اليقين دعوني أوضح نطة هامة هنا وهي أن مبدأ عدم اليقين يقدم للمشاهد بشكل خاطئ وغير صحيح تجعله يتصور أن مبدأ عدم اليقين ما هو إلا قصور في عملية القياس العدم توفر الأجهزة الدقيقة وربما في المستقبل تتطور أدوات القياس ويختفي مبدأ عدم اليقين ولكن هذا غير صحيح دعوني أوضح لكم ما قصدته بأن مبدأ عدم اليقين يقدم بشكل غير صحيح في الكتب والكثير من مقاطع الفيديو يقدم مبدأ عدم اليقين من خلال محاولة تحديد موقع إلكترون من خلال تصليط ضوء عليه لمعرفة مكانه ولأن الإلكترون أصغر بكثير من الطول الموجي للضوء لذلك نستخدم ضوء بطول موجي صغير وليكن أشعة X ونعلم أنه كلما قصر طول الموجي كلما كان طاقته أعلى حسب المعادلة الموضحة لطاقة الفوتون والتي توصل إليها أينشتاين في تفسيره للظاهرة كهربائية عندما نسلط أشعة X على الإلكترون لرصد موقعه يتحرك الإلكترون بتأثير طاقة أشعة X وبهذا نستطيع تحديد موقعه ولكن لا نستطيع أن نحدد أي شيء عن سرعته والتجاه وهذا عزيزي المشاهد ليس مبدأ هايزنبيرغ لعدم اليقين بالرغم من أن هذا المثال هو الذي تعلمناه في المدرسة أو الجامعة إلا أن هذا المثال يمثل ظاهرة أخرى تعرف باسم تأثير المراكب والتي سبق أن تحدثنا عنها في تجربة الشق المزدوج إذن ما هو التفسير الصحيح لمبدأ عدم اليقين لهايزنبيرغ؟ وهنا نأتي إلى لب الموضوع والذي يتطلب منك الكثير من التركيز يرتبط مبدأ عدم اليقين لهايزنبيرغ ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة المزدوجة للأجسام الذرية والتي تبين أن كل من الجسيمات دون الذرية سواء كانت إلكترونات أو بروتونات أو نيوترونات وحتى الفوتونات لها طبيعة مزدوجة فهي ليست جسيمات أو أمواج كتلك التي نعرفها إنها كلاهما معاً ماذا يعني ذلك؟ نحن في حياتنا العادية نعرف الجسيمات والأمواج بشكل جيد ونعرف أن الصفة التي تتميز بها الجسيمات هي تواجدها في مكان واحد ومحدد في أي لحظة من الزمن أما بالنسبة للأمواج بكافة أنواعها سواء كنا نتحدث عن أمواج تنتشر على سطح ماء أو أمواج تورطية أو حتى أمواج الضوء فإنها توصف من خلال الطول الموجي والذي يمثل المسافة بين قمتين متتاليتين والسمى المميزة للموجة هي أنها تنتشر في الفراغ ولا يمكن أن نحدد موقعاً واحداً لها بل إنها تتواجد في أكثر من مكان في نفس الوقت انظر إلى أمواج البحر إنها في كل مكان والآن لننتقل إلى عالم ميكانيكا الكام حيث تمتلك الجسيمات طبيعة مزدوجة أي أن لها خصائص الجسيمات والأمواج معاً وهنا يلعب الطول الموجي دوراً جوهرياً لأن الطول الموجي لجسيم يرتبط بزخمه حسب فرضية ديبرولي المغطحة والتي تخبرنا أن زخم الجسيم يتناسى تناسباً عكسياً مع طول موجته المصاحبة إذن من الطول الموجي نستطيع أن نقدر الزخم والآن دعونا نفكر كما فكر هايزنبيرغ إذا أردنا وصف الجسيم ذو الطبيعة المزدوجة بدالة موجية لها طول موج محدد مثل الدالة الجيبية هنا نستطيع أن نحدد زخمها من خلال معادلة ديبرولي ولكن أين سيكون موقع الجسيم؟ إنه في كل مكان على امتداد هذه الدالة الموجية الجيبية التي تمتشر إلى المال نهاية في كل الاتجاهين إذن الدالة الجيبية ذات الطول الموجي المحدد والدقيق تجعل الطبيعة الموجية تضغى على الطبيعة الجسيمية ماذا لو أردنا أن نوازن بين القصائص الموجية والجسيمية التي أظهرتها الجسيمات دون الذرية وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام نعود ونذكر أن الجسيمات الذرية ليست جسيمات وليست أمواج بل هي كلاهما معاً إذن نحن بحاجة إلى دالة موجية لها انتشار محدد في الفرق وهذا يمكن من خلال إضافة سلسلة من الأمواج الجيبية التي لها أطوال موجية مختلفة لتتحول الموجة الجيبية إلى موجة تراكمية أكثر تحديداً يمكننا توضيه ما أتحدث عنه من خلال إضافة موجة جيبية بطول موجي مختلف قليلاً وهنا سوف يحدث تداخل بناء عندما تتقابل قمتين الموجتين ويحدث تداخلها الدام في الأماكن التي تتقابل قمة الموجة الأولى مع خاع الموجة الثالية إذن سيصبح لدينا مناطق تساوي صفراً وهي مناطق لا يمكن أن يكون فيها الجسم موجود ومناطق تزداد فيها سعة الموجة المخصلة وتمثل احتمالية إيجاد الجسيم عندها وبهذا نكون قد حددنا انتشار الموجة في الفرق وإذا قمت بخلط المزيد من الأطوال الموجية تحصل على دالة موجية أكثر تحديداً في المكان وأخيراً إذا قمت بخلط كل الأطوال الموجية نحصل على دالة موجية ذات التساع يساوي صفر وهنا نستطيع أن نقول إن مكان الجسيم عند هذه النقطة ولا توجد احتمالية غير ذلك ولكن ماذا عن الزخم؟ لقد أصبحت الدالة الموجية تحتوي على كل الأطوال الموجية وبالتالي يمكن أن يكون لجسيم أي قيمة للزخم إذن في هذه الحالة إذا كان عدم اليقين في الموقع يساوي صفر أصبح عدم اليقين في الزخم يساوي ما لنهاية إذن نحن بين حالتين إما أن نحدد الزخم بدقة باستخدام دالة موجية بطول موجي محدد ونفقد أي معلومات عن موضع الجسيم وتطغى الخواص الموجية على الخواص الجسيمية أو أن نحدد الموقع بدقة باستخدام دالة موجية تحتوي على كل الأطوال الموجية وهنا نفقد المعلومات عن الزخم وتطغى الخواص الجسيمية على الخواص الموجية وللوصول إلى حالة تكون فيها كلاهما أي كل من الخواص الموجية والجسيمية متواجدتين معا سوف نستخدم الدالة الموجية موضحة أمامنا وهي ناتجة عن دمج عدد قليل من الأطوال الموجية ويكون لها اتساع محدد في الفراغ ماذا تخبرنا هذه الدالة الموجية؟ إنها تخبرنا أن هناك احتمالية لتواجد الجسيم في عدة أماكن إما هنا أو هنا أو هنا وبالتالي يكون لدينا عدم يقين في تحديد الموقع وفي نفس الوقت يكون لدينا عدم يقين في الزخم لأن الدالة الموجية لها أكثر من طول موجه إذن الطبيعة المزدوجة للجسيمات دون الذرية تقدم لنا المعلومات عن تواجدها وزخمها وزخمها في صورة احتمالات إذا قل عدم اليقين في الموقع زاد عدم اليقين في الزخم والعكس صحيح هذا هو الحال مع الجسيمات دون الذرية التي لها طبيعة مزدوجة وهذا ببساطة هو مبدأ عدم اليقين لهايزنبيرغ إذن الطبيعة المزدوجة للجسيمات الذرية هي السبب الرئيسي لمنشأ مبدأ اليقين وإن الأمر ليس له علاقة بأدوات القياس إنه مبدأ كوني لا يمكن تجاوزه وتجد الإشارة هنا أن هايزنبيرغ عدل المقولة السائدة في ذلك الوقت والتي كانت تقول يمكننا معرفة المستقبل إذا عرفنا الحاضر بدقة حيث عد لها وقال إن عدم استطاعتنا معرفة المستقبل لا تنبع من عدم معرفتنا بالحاضر وإنما بسبب عدم استطاعتنا معرفة الحاضر ونتائج هذا المبدأ شيء هائل حقا إذا كانت القوانين الأساسية للفيزياء تمنع أي عالم مهما كانت له ظروف مثالية للحصول على معلومات مؤكدة تماما فما يقوم بقياسه يحتوي على قدر من العدم الدقة لا يستطيع تخطيه لأنه قانون طبيعي هذا هو منطق مبدأ عدم اليقين ومعنى ذلك إنه لا يستطيع أن يتنبع بحركة الأشياء مستقبلا بدقة متناهية بل تظل هناك نسبة من عدم التأكد والآن دعوني أوضح لكم لماذا يعتبر نموز جبور غير صحيح أو غير دقيق قام بورد حساب نصف قطر مدار الإلكترون حول نواة ذرة الهديوجين من خلال الحسابات الموضحة والتي أظهرت نصف قطر الإلكترون حول النواة ذرة الهديوجين يساوي 5.3 في 10 قوة سالب 11 متر وأيضا قام بحساب سرعة الإلكترون في مداره حول النواة والتي وجدها تساوي 2 مليون متر في الثانية ونحن نعلم كتلة الإلكترون والتي تساوي 9.13 في 10 قوة سالب 31 كيلوغرام ومنها نستطيع إيجاد زخم الإلكترون لأنه يساوي حاصل ضرب كتلة الإلكترون في سرعته والتي تساوي 2 في 10 قوة سالب 24 كيلوغرام في المتر لكل ثانية فإذا افترضنا أن هناك عدم يقين في السرعة مقداره 10% فإن عدم اليقين في الزخم دلتا بي يساوي 2 في 10 قوة سالب 25 كيلوغرام في المتر لكل ثانية وإذا ما قمنا بالتعويض في معادلة هايزنبيرج للحصول على عدم اليقين في الموضع فإننا نحصل على أن دلتا إكس أكبر من أو يساوي ثابت بلانك مقسوما على 4 باي في دلتا بي وبإجراء الحسابات نحصل على عدم اليقين في الموضع دلتا إكس يساوي 26 في 10 قوة سالب 11 متر وإذا ما قمنا بمقارنة هذا الرقم مع نصف قطر بور لذرة الهيدوجين نجد أن عدم اليقين أكبر بخمس مرات من نصف قطر بور هذا يشير على أن نصف قطر بور ليس صحيحا والحقيقة هي أن الإلكترون لا يتواجد فقط في دائرة نصف قطرها نصف أنجستروم بل هناك توازن بين عدم اليقين في زخم الإلكترون وموقعه بحيث يشكل سحابة احتمالية حول النواء تمتد هذه السحابة إلى مسافة أقل وأبعد من نصف قطر بور ومع كل هذه النتائج إلا أننا لازلنا نستخدم نموز جبور لأنه يعطي نتائج تقريبية بمعادلات أبسط مما توفرها معادلات ميكانيكا الكام والمتمثلة في معادلة شرودينجو وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا في عالم مبدأ عدم اليقين لهيزنبيرغ ذلك المبدأ الذي قلب المفاهيمنا الكلاسيكية رأسا على عقد لقد رأينا كيف أن الطبيعة في مستواها الأساسي ترفض أن تحدد بدقة مطلقة وكأنها تذكرنا بأن هناك دائما مساحة الغموض في هذا الكون الواسع لا يعلمه إلا الله عز وجل مبدأ عدم اليقين ليس مجرد معادلة رياضية أو نظرية فيزيائية معقدة بل هو نافذة نطل منها على فلسفة العلوم حيث نتعلم أن المعرفة المطلقة قد تكون مستحيلة وأن الكون يحتفظ بأسراره حتى عن أكثر الأقول زكاء إنه المبدأ الذي يمنح الكون الغموض الذي يجعله ممتعا للاستكشاف ويجعل كل جسيم صغير قصة مليئة بالإمكانيات اللامحدودة ربما يبدو لنا هذا المبدأ وكأنه قيود ولكنه في الحقيقة سر الاستقرار الضرات وسبب في وجودنا نحن وكل ما حولنا إذا شعرت بالدهشة أو الإلهام من هذا العالم الكموم الغريب لا تنسى أن العلم دائما يبدأ بسؤال وربما مبدأ عدم اليقين يدفعنا لطرح التساؤلات الأعمق شكرا لمتابعتكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والتعليق على الفيديو وطرح التساؤلات التي سأكون مسرورا بالإجابة عليها إلى اللقاء في فيديو آخر نكشف فيه عن المزيد من أسرار الكون الغامضة وحتى نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته